اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جميع النجوات طاهرة أصوص علاء مرسي كان فيه بشرة تعامل بس يعني لم يتم بس طبعا زي محضورتك شايف عامل الاقتصادي باب الرزق بقى قليل زائد ان العائد اكتر يعني المصروف اكتر زائد ان المجال الفني بقى حكر على صفوة معينة من المسططين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 بتاع العروسة او الدربية بتاع العروسة. اه. عن الباقي الشغل. دي كان اي صناعة يهرب منها. كنت بحس ان انا اه اه مقدرتش قدي ككاتب فبدي ان انا رسام فنان تشكيلي. اه بتحط الحاجة اللي جواك بتطلعها بده. اه. بتطلعها هنا. تمام? فقدرت ان انا اه اثبت وجودي في المجال. اه. تمام? وانا حاليا يعني برضو بجانب الشغل اللي عندي في المحل. تمام? بعمل شغل عندي هنا في البيت. اه بعمل حفا فايبر. وفي نفس الوقت. اه. مقدرتش ان انا ابعد عن المجال. وبدأت ان انا ارجع تاني. اه. شغلي. وفي نفس الوقت. بكتب بكتب لنفسي بقى. بكتب مجالات. اه. بس الله الحمد اه. اه. تعرفت على مطرب برائي. اه. اسمه فؤاد مونير. فاخد مني قصدين. فصحة. وان شاء الله هو في القريب العاجل يعني في خلال شهر او شهرين. هينزل القارة عشان هيسجلهم منها ان شاء الله. صوت. ان شاء الله. دي بالنسبة لي باعتبرها بداية وانطلاقة حلوة. اني في الوقت ده قدرت ان انا اعمل خطوة جميلة وخطوة جريئة. ان انا اسمي. يتحط ما بين اسماء ناس. اشتغلت. مع مالقة امثال قازم الساهر. فنأمل الله يعني ان شاء الله يكون فيه بادرة امل. ويكون بداية ربنا يساك. طب حريقة ما كنتش خايفة ان انت تاخد الخطوة دي متأخر. يعني بعد مشوارك ده كله. اه. هي اقل فرصة طبعا بتيجي في اي وقت. لك انا بكلمة على بداية حضرتك من ساعة ما رجعت. بالنسبة للكتاب. الوقت مش مقياس. المقياس ده يقاص للمطرب او للممثل. تمام? لكن المقياس الحقيقي للكاتب هو بيبقى النضوج الفكري. ممكن ينشهر فيه. ممكن يتعرف هو عنده ستين سنة. مش مشكلة. المشكلة عنده انه هو لما يقدم عمل يقيد في زاكرة الفن. فكل ما نضج كل مكان اجمل وارقة واحسن. بهية. جوا القلب الساكن جوا عيون البنت بهية لحظة حب. جوا عيون البنت بهية احساس عالي. احساس غالي. احساس يحضن كل الناس. احساس يشكل كل الناس لحظة ظلمة. تعرف يا ابا. تعرف يا ابا لما نديتني لما خدتني جوا احضانها. حست اني تفرص غير نفس ويعيط. حتى دموعي نزلت تجري حتى القلب الساكن جوا طلوعي بينزف دم. يحضن حب. يحضن شيء لتنين عشقين. قبل ميلاده. قبل ميلاده يعرف ان ابو ده عقيم. ما يخلفش لحظة حب. ما يخلفش ذكرى القلب. تبكي بهية. تبكي بهية لما تلاقي سن مقتول جوا شكارة في موج البحر. تجري عليه وتقول ده حبيبي لكن يومها يكون مشلول. تاخد راسه إليها تضم وتععد تبكي وتبكي. تقعد تشكي الموج البحر. يخضب موج البحر عليها ويتقى حتى في طرفة يبها. تجري وتشكي الموج للوالي. يفرح لما يلاقي إصابية بطوب مقتوع. ياخد بيدها ويطفل اهبها الساكن جوا ضلوعها بقرب سنين. ترجع تبكي وتحضن فيها. ابعك تبكي. ابعك تبكي يا طفل صغير. لحسن عينك تنسى الفرح. لحسن تبقى طفل صغير. جوا قلب عجوز. اجر. ترجمة نانسي قنقر